بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نتكلم عن الاستشفاء بالقرآن الكريم من أين أتيت بأن القرآن شفاء أتيته من ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وماذا قال الله أيضا عن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وفي حديث الرجل الذي رقي بسورة الفاتحة فبرئ بإذن الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام يصل المغرب فلدغته عقرب فقال لعن الله العقرب ما تترك نبيا ولا غيره ثم دعا بإناء فيه ملح وأخذ يرقي نفسه بالمعوذات ويضع يده في الملح ويضعه مكانا لدغة وغير ذلك من الأمور التي فيها استشفاء للقرآن الكريم فهو شفاء من الشبهات فهو يجيب على الأسئلة التي تختلط على الإنسان للتشكيك في ذات الله وفي رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاء للشهوات فبمجرد أن يقرأ القرآن بمجرد أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم تسكن شهواته لأن قلبه يتعلق بالله تعالى بل وفيه شفاء للأبدان فهو كم من إنسان كان به مس من الجن أو كان به مرض معين فرقى نفسه بفاتحة الكتاب أو بآية الكرسي أو بغيرها من الآيات فشفاه الله تعالى إن الإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كيف يعيش؟ لا أدري كيف يعيش فعلينا أن نستشفي بالقرآن وأن لا ننتبه لتشكيك المشككين فإن الإنسان إذا شف الله فؤاده إذا شف الله فؤاده وشف قلبه وصف قلبه وفؤاده صلح كل الجسد ألا إن في الجسد مضغة؟ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستشفاء بالقرآن العظيم والتوفيق لما فيه من الآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا